السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم مرحبا بكل متابعين على قناتي وليد فتوس العنوان غريب بعض الشيء اكيد وانت كمتابع تبتعرف شو المطب اللي انا طحت فيه باليوتيوب انا راح اتكلم عن تجربتي مع قناتي في اليوتيوب وتجربتي مع هذه القناة وكيف بديت وشو كان الهدف من هذه القناة والاخطاء اللي طحت فيها واللي اتمنى انكم تجنبونا وما تكررونها بدأت قناتي بفواصل زمنية عن دبي وعن بعض المشاهد اللي اصورها بطريقة التايم لابس وهذه كانت جدا يعني بسيطة وما تذكر ولكن بدأت انطلاقتي الفعلية بعد فترة بعد فترة من اني انا فكرت وشفت ما شاء الله اغلب زملائي المصورين في الوطن العربي تجهوا لليوتيوب بنشر مواد تثقيفية وكذلك اثراء هذه المنصة حتى يفيد الكثير من المصورين وغيرها فبديت بشكل مثل ما تقوم بسيط احط حلقات منتظمة وبعض الاحيانة اتأخر فيها الخطأ اللي طحت فيه اني قمت احط حلقات عن كل شيء فما ركست هدفي ولا حددت شو يعني الفئة المستهدفة عندي انا في هذه القناة وما كنت احط حتى لو كنت انت مختلف في المواد اللي تحطها يجب انك تحدد مثلا تحط يوم في الاسبوع مخصص حق التصوير اليوم الثاني مخصص حق فلوق معين فهذا الانتظام انت تغذي فيه شريحة من الناس اللي يتابعونه بالنسبة لي انا اعتبر خلاص يعني اليوتيوب انتهى مو بشكل دايم ولكن احط حينها حلقات بسيطة كذلك من الاشياء اللي احب ان نبهكم عليها ترى شراء المعدات كلها والمختصة في الاستيديو مو بهي هدف عساس ان تنتشر القناة بشكل كبير المحتوى هو اهم ما يميز هذه القناة يعني اذا كان واحد عنده مادة ثرية ممكن يلقى كثير من المتابعين اذا كانت مادة عشوائية فاتأكد انه مراح الناس التابع وتشاهد الفيديو فانا شتريت في الفترة هذه شتريت كثير من الاشياء كاميرات عدسات وما خليت شيء يعني حاولت اني انا اخلي القناة تنشر الاول حلقة تكون مميزة بظنن مني ان هاي الاشياء راح تساهم في سيادة عدد المشاهد ولكن للاسف ظل العدد مثل ما هو يعني المشاهدات كانت ضحيفة جدا وبدأ فيه يعني نوع من التردد من جانبي انا اني انشر اي حلقات ثانية لا تستعي في التفكير اللي كنت انا في مخطأ اني اظن الاعلانات نوع من الربح راح تتيب لي دخل لا لا هذا كله يعني في اليوتيوب لما توصل امية الف مشاهدة بشكل كل حلقة لها بهذا العدد ابدأ فيه اللي هو نظام الاعلانات واستفيد من الاعلانات اما بما ان عندك عدد بسيط من المتابعين فركز ولا تفكر في الجانب الربحي من الاعلانات فهذه نصيحة انا اخطأت وطحتي مثل هذا المطب لدرجة ان في يوم اليوم وصلني من اليوتيوب ايميل باني انا استخدمت هذه خاصية النغر غير مسموح به ولهذا يتم وقف عمليات الاعلانات عندي وما في رمح من خلال الاعلانات وفي ختام هذه الحلقة اقول لكم اليوم انا تقريبا اخر اربع حلقات اصورها على اليوتيوب كانت فقط باستخدام الكنون دي سفن اكس مارك ثري واضاءة واحدة يعني حتى لو اشتريت هذه الاضاءات الدائرية الموجودة في السوق سعرها يمكن يكون 400 درهم راح تفي بالغرض والمايك اللي هو خطة من شركات اللي هي رود ويرليس تقو هذا بعد اللي تشوفوني انا اقدر اوصل فيه كذا مثل ما تقولون مايك صغير او حتى استخدمه لنفس الكلب فهذا اللي محتاج انه ومحتاج ايباد ومنتاج على برنامج اللي هو لومو فيوجل نهائيا الحين هاي الحلقات اللي اطافت نهائيا ما استخدمت الفاينال كت الفاينال كت يعني قيمت 1000 درهم تغريبا فانت خلك على مثل هاي البرامج وابدأ بكل بساطة لا تخطأ الاخطاء اللي انا طحت فيها واتمنى لكم التوفيق وانا تكون قناتكم مميزة وكون واحد من المتابعين هذه القناوات المميزة ومع الف سلامة اشتركوا في القناة